انا اسمي فلان واحد يعني 24 سنة وابويا حجزلي بنت عمي وبعلمي بس لما عدت معاها وتكلمنا انا مش مرتاح مفيش اي مشاعر من ناحيتها وحاسس منها بكده برضو بس مش قاد مش هقدر ارفض علشان مزعلش ابويا وعمي وبصلي وبصوم بروح الكنيسة وبتناول اعمل ايه ابويا ارشدني وصليلي كتير عشان موضوع ده مضيقني بفكر فيه كتير ومش قادر اتقبل انها في يوم هتبقى امراطي لان ما فيش اي مشاعر خالص من ناحيتها بص يا ابني احنا مش في زمن مش في زمن مش في زمن العهد القديم احنا خلاص يا ابني احنا في القرن الكام يا ابني مفيش حاسبها انك انت مش قادر تزعلهم يزعلوا شوية لكن ما انت ما تزعلش وتنكد على نفسك حياتك كلها هم اتجوزوا بارادتهم ومفصولوا متكيفين يسيبوك تتجوز وتختاروا يقولوا رأيهم اقفل اللي هتتجوزها لكن ما يفرضوش مش من حقهم يفرضوا عليك حد تتجوزه ده انت مش بنت يا ابني عشان يفرضوا عليك تتجوز مين وحتى البنت دلوقتي مش بحدش بيفرض عليها البنت دلوقتي كمان هي اللي بتختار ده لا ما ينسي مني لا ما يسميش مش تفتحاله حقها ده ابسط حقوق حرية الانسان يا ولدي اكلم بابا اعود مع بابا وقول له يا بابا انا عايزك اعود معك اعود لوحدنا بابا الموضوع كذا كذا وانا مش مرتاح وانا خدت رأي ابونا ابراهيم في برنامج حلو حل وقال لي يا ابني مش بحدش بيفرض على حد حاجة بابا من حق يقول لك رأيه لكن مش من حق يفرض عليك حد انت تختار وتاخد رأيهم اه اه لا 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 لكن انت اللي تختارها انت اللي هتعيش مش هم هم اختاروا وعاشوا بكيفين ومبسوطين انت من حقك تختار وتعيش بالطريقة اللي تفرحك يا ابني وتريح قلبك لكن خد رأي ابوك امك في الله هتختارها مش من حقهم ابدا يا ابن عايزين يزعلوا بقى لو انت عصرات وقلت لها مش بفتح لها ومش قادر يكمل معها يزعلوا يزعلوا وزعلهم ده خطيئة عليهم يتحملوها هي قدام ربنا يعني انت مش عبد عند ابوك ولا عند عمك ما انتش عبد انت ابن والمفروض الاب يحترم مشاهر ابنه ويرادة ابنه اي اب بيحيد بابنه يحترم بساعدته ويشوف ساعدته فين هو ارجوكو يا جماعز سيبوا الروح بتاع زمن دي اللي ما تتنسبش العصر بتاعنا خالص ارجوكو من اجل المسيح ما تكملش جوازك معها ووعى تخطبها عشان ما تتحسبش علىها خطوبة اوعى لو خطبتها تبقى خطية عليك صدقني ما تطلمهاش يا ابن معاك وزابوك ما رضيش وقالك مش هتاخد غردي قل له خلاص يا بابا مش هاخد غردي انا مش هتجوز ما تكلمونش عن الجواز تاني مش انتم فرضين عليك يدينة يا بلاش خلاص قالي بلاش انا مش عايز جواز وعد يا ابن جواز لغاية مهمة اللي تحيلوا عليك تتجوز كمان وتتجوز ربنا يرشدك لها بالصلاة ايه هو اتعمل كده تسلس لسه صغير في السن 24 سنة مستاجل عليها ربنا معاك واختلك الزجاج الصلاة